بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلاة السلام على رسول الله وعلى الله وصحبه ومن ولاه وبعد أيها الإخوة الكرام أعزائي المشاهدين والمشاهدات حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم المتجدد برنامج تواصل الذي نستعرض فيه عددا من المهارات اللازمة للاتصال والتأثير في الآخرين تكلمنا في الحلقات الماضية عن عدد من المهارات حلقتنا اليوم أيها الإخوة سنتكلم فيها عن عدد من الممارسات السلبية التي ينبغي أن نتجنبها حتى نتواصل تواصلا إيجابيا مع الناس ونبدأ هذه الحلقة بقول النبي صلى الله عليه وسلم شر الناس من ودعه الناس اتقاء فحشه وفي رواية من تركه الناس اتقاء فحشه من شر الناس الذي يتركه الناس أي يجتنبون الجلوس معه والحديث معه ويتحاشونه لسوء أخلاقه فبعض الناس قد يكون فيه من الأخلاق السيئة ومن التعاملات السيئة ومن السلوكيات السلبية ما يجعل الناس ينفرون ويبتعدون ويتحاشون ويهربون من الجلوس معه واللقاء والاحتكاك به هذه الصفات السلبية تجعل الناس ينفرون منك ولذلك سنستعرض عدد من الممارسات السلبية والسلوكيات الخاطئة التي تؤثر سلبا في عملية الاتصال مع الناس والتأثير فيهم نستعرضها بإذن الله عز وجل بعد هذا الفاصل القصير هو الليل يهدأ عند الساحر وتأتي السكينة بعد الضجر تزين السماء النجوم التي تلألأ مثل انتثار الدورر وتبعث نورا خفيفا لطيفا ينير السماء دون نور القمر تنام عيون وأخرى تقوم تصلي وتدعو السميع العليم فذلك وقت نزول الإله نزولا يليق به في علا حياكم الله أيها الأخوة بعد هذا الفاصل وسنستعرض بعض الممارسات السلبية في التواصل حياكم الله يا الشباب اليوم حلقتنا كلها عن الممارسات السلبية الحلقات الماضية كنا نذكر بعض الممارسات والمهارات الإيجابية حلقة اليوم سنتكلم عن بعض الممارسات السلبية أولا شخصية المدقق بعض الناس تجدوا كثيرة تدقيق يدقق في كلام الناس في ألفاظهم في ملابسهم في هيئاتهم في مواقفهم يعني ما يمر شيء إلا يدقق فيه لا صغيرة ولا كبيرة يعني تجد كل فعل يدقق عليه يعني نحن جالسين مثلا في جلسة أنت قلت لفظة يدقق على هذه اللفظة ويقف معها ليش قال ليش وربما يضحك منها ربما يستهزي ربما يحتفظ بها ويرجع يفكر فيها ليش قلت النقطة هذه ليش قلت هذه النقطة الآن يدقق أيضا مثلا في لبس الآخرين والله لبسه الآن متناسق ما هو متناسق لبسه جيد ما هو جيد يدقق في جلسة الناس طريقة جلستهم في شخصياتهم في طريقة كلامهم فبعض الناس يبتلى بهذا الأمر يكون مدقق وتجد أن عينه بصيرة ونافذة لا يترك شيئا نعم تفصيلي جدا يدقق على أقل الأشياء وأقل الأمور هذه الشخصية ترى ينفر منها الناس ويتحاشونها لا يريدون شخص يدقق في تصرفاتهم وفعالهم بل حتى أيها الأخوة في المحادثة لا تطيل النظر في الشخص أنت الآن تحرجه مثلا أنا أتكلم الآن مع عبيدة في حديث ثنائي لما أصلت النظر عليه مباشرة ولفترة طويلة هذا التدقيق الآن هذا يحرجه وربما يؤذيه أحيانا يريد أنه يغير من الجلسة يريد أن يمسح شيئا في وجهه يريد أنه يقوم بأي حركة يجد أنه تحت المجهر لأنك أنت مدقق عليه الآن فيجد إحراض إذن هذه الشخصية شخصية منفرة فنبتعد عنها يعني يقولون أخوان مصاري مشيها يا عم خلاص يعني مشي لا تدقيق على كل حاجة حتى بالعم يقول لك أخلا تدقيق نعم لأننا نتكلم قال ما سمعته قال أخلا تدقيق ما شفته أخلا تدقيق مشيها صحيح لأنك إنت لو تدقيق على كل حاجة أولا تتعب نفسك صحيح أنت تتعب نفسيا تتعب تلقائيا نفسيا تتعب وأيضا تؤذي الناس اللي حولك لأنه يتحاشونك يقول والله فلان انتبه إذا هو في المجلس لا تتكلم لا تقول شيء لأنه يمسك على كل حاجة يدقيق على كل شيء تحسب كل كلمة يحسب كل كلمة ولو فرق لنفسه لما وجد وقت للآخرين يعني لو فرق لتغيير عيوب نفسه لما وجد وقت أنه ينظر لعيوب الآخرين صحيح صحيح لذلك بعض الناس يدقيق في عيوب وسلبيات الناس ولا أحد يحب هذه الشخصية الشخصية الثانية والتي فيها أيضا ممارسة سلبية شخصية المحقق بعض الناس كثير الأسئلة ويلح في الأسئلة ويبقى يعرف كل شيء يعني أحيانا أنت تقول قصة وتجد أنه يستفصل ويبغى تفاصيل فيها أنت تجاوزت عنها يريد أن يعرف أحيانا يسألك أسئلة ما لها داعي أو يسألك أشياء خاصة فيك يحرجك فيه نعم أحيانا مثلا العمر لا تريد أن تذكره بعض الأشياء خاصة في حياتك ما تريد أن تذكره هو يسألك ويمكن أنتم الشباب بيمر عليكم هذا الموقف في الجامعة نهاية الترما ونهاية الفصل الدراسي يسألك كيف معدلك تقول الحمد لله المعدل طيب يقول لك ها كم يعني جيد جدا جيد ها كم ما درست فيها تتحاشى أن تخبر وتجد أنه يلح ويحاول أنه يسأل فنحاول قدر الإمكان نبتعد عن شخصية المحقق يعني كثرة الأسئلة التحقيق الدخول في خبايا الناس وفي أمورهم الخاصة هذه لا ندخل فيها أبدا بل كان يحذر منها ومن دخل في عيوب الناس و أمورهم الخاصة و السرية يفسدهم و لذلك قدر الإمكان حاول أن تتحاشى هذه الصفة أنا أرى أن كثرة الأسئلة أمر جيد في حالة واحدة إذا كان الغرض من السؤال هو الوصول للمعرفة ليس السؤال من أجل السؤال أو السؤال من أجل التدخل في خصوصيات الآخرين فلما تسأل عشان تبغى تعرف مثلا مهارات الاتصال هذا أمر جيد بس السؤال الفضولي لا شك لا شك هذا التوجيه صحيح لا سئلة من باب العلم و المعرفة و الاستفادة لا شك أنها جيدة لكن نحن نتكلم من يكثر الأسئلة في أشياء لا يرغب أنها ما هي هدفها لخير منها؟ يعني خل عندك ذكاية اجتماعي يعني إذا في أمور شعرت و ما يبغي تتكلم فيها لا تسأل و أنت ستحرجوا بهذه الحال ستحرجوا يعني أنا أتعمد إغفال بعض الأشياء ممكن أعادة توضيح السؤال مرة ثانية أنت تسأل فيها و أحيانا ممكن تسأل أول مرة و يتجاهلك نعم صح فترجع تعيد مرة ثانية السؤال مرة ثانية و لذلك حتى أيضا كان السلف يقولون أشياء لا يسأل عنها الإنسان العمر لا يسأل عنه و المال لا يسأل عنه يعني الراتب لا يسأل عن الراتب فأنت لا تسأل كم راتبك كم عندك كم دخلك يعني بعض الأشياء الدخول فيه أمور خاصة للناس الواحد يحاول قدر الإمكان أنه لا يسأل عنها هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه صحيح هذه كل الأمور تندرج هذه الأسئلة تحت هذا الحديث أن الإنسان يتجنب سؤال الناس عن أشياء تخصهم ولا يستفيد من معرفتها صحيح حسن هذا توجيه نبوي عظيم جدا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ما لا يعنيه صديقنا اليوم لو تركنا أشياء اللي لا تعنينا و انشغلنا بما يعنينا لتغيرنا كثيرا صحيح وتطورنا كثيرا لكن انشغلنا بأخبار الناس و بأحوالهم الخاصة و نكثر الأسئلة فيها و تصل لعنزمة فظل بندر إلى يعني أشياء تصبح رأي عام في الخير هذه الأشياء تأخذ منك وقت في الخير تأخذ منك تفكير صح و أنت يوم القيام و تسأل عن العمر هذا و الوقت هذا فأنت الخسراني ما فيها كلام صحيح ما تستفيد من السؤال تسأل عني يوم القيام ما يشتفت ما يشتفت طبع أيضا للمحقق أيضا في المجال استحسنوا يتجنبون يذكرون موقف أو سالف لأجل لا يسأل فيها لأن المقصد من السؤال في الموقف هذا شيء معين تجد هو يسأل عن شيء ما لا علاقة بما ذكرنا لا أو الموقف صحيح 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 ليش صار طيب لا نحن نقصد شيء ثاني أنت تسأل في شيء أخر أحسنت و لذلك نحاول أن نتجنب هذه الشخصية من الشخصيات أيضا التي نتجنبها شخصية المحبط المحبط و هذه أيها الأخوة شخصية انتشرة غارقة في السلبية و مغرقة في السلبية و شخصية منفرة يعني بعض الناس يحب أن يحبط الآخرين هو محبط و يحب أن ينشر الإحباط بعض الناس لما تجلس معه يعطيك طاقة سلبية طاقة سلبية من الإحباط و التشاؤم و الشعور بالفشل حتى لو أنت عندك رغبة أو همة أو عزيمة لنجاح تجد أن يحبطك فبعض الناس تخصصوا إحباط حتى في رسائله حتى في رسائله يرسل أصبار دائما بعض الناس مؤزمة فضل حمزة حينا يمكن إذا أرسلك رسالة تعرف أن فيها خبر سيء هذا يحب ينشر التشاوم و الإحباط بعض الناس يفرح لما يحبط الناس ولذلك الناس يتجنبونه ترى الإحباط يأتي في صور بسيطة المصدر سعادته أنه يحبط الآخرين هو يحبط الآخرين و يحب هذا الدور و يمارسه و زيما قلت لكم ترى هي ممارسات بسيطة يعني مثلا تتكلم أنت في الجامعة عن مادة من المواد يقول لك ما رح تنجح صعب جدا ما رح تجيب درجة هذه صعبة جدا هذا أمر مستحيل هذا أمر صعب يعني في أبسط الأشياء دائما محبط تتكلم مثلا عن مشروع تبدأ فيه تجد أن يحبطك حديثه عن المجتمع واقع المجتمع دائما صورة سوداوية يعني لما تجلس تخرج و أنت عندك شحنات سالبة موجودة من الجلوس معه فالناس يتجنبونه صلى الله عليه وسلم قد حذر من مثل هذه الشخصية يقول عليه الصلاة والسلام من قال هلك الناس فهو أهلكهم و في رواية أهلكهم يعني من قال هلك الناس دائما يرى وقع الناس و أنه شيء سيء وسلبي و الناس الآن أصبح فيهم من الفساد و أصبح فيهم كذا دائما مغرق في هذه الصورة قال فهو أهلكهم أي أولهم هلاكا بهذه الصفة أو أهلكهم بكلامه هذا إذن هذا الكلام قد يكون محبط للناس و لذلك نحاول قدر الإمكان أن نتجنب الشخصية المحبطة بعد الفاصل إن شاء الله نتكلم أيضا عن الشخصية المحبطة أنه حقيقة الكلام فيها يطول لكن فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدين ومشاهدات و نعود لإكمال الحديث بإذن الله تعالى العلم العلم حياة القلوب و نور البصائر و الميزان الذي توزن به الأقوال و الأعمال و الأحوال و يعرف به الحلال و الحرام و حاجة الناس و حاجة الناس إليه أعظم من حاجتهم إلى الطعام و الشراب و هو من أجل العبادات و القربات و هو إرث الأنبياء و الطريق لدخول الجنة و الرفعة في الدنيا و الآخرة و ما أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من شيء إلا العلم فقال و قل رب زدني علما فينبغي استثمار الأوقات في التحصيل بضبط العلم و فهم معناه و معرفة ما يجب على المسلم من أمر دينه في عباداته و معاملاته و ما يجوز و ما لا يجوز مع الاستعانة بالله تعالى في ذلك كله حياكم الله و الأخوة مجدداً كنا قبل الفاصل نتحدث عن شخصية المحبط و هي من الشخصيات السلبية و التي نريد أن نتجنبها في عملية التواصل كان عندك مشاركة عبيدة الله شيخ أنه المحبط يعني فيناك تقول أنه أسوأ شخصية في المجتمع يعني هو محبط و عم ينشر الإحباط عند الناس بل ربما تكون ساعدته بإحباط الناس فهذا بلاء عظيم يعني احتاج غيره صحيح شخصية المحبط شخصية سلبية جداً و الناس لا يحبون هذا الإنسان بل له أثر سلبي عليهم في حياتهم أنا أذكر أحد الدكاتور يذكر لي هذا الموقف هو الشخصية يذكر هذا الموقف عن شخص يعرفه يعني القصة عن طفل توفي والده ثم انتقلت رعايته إلى عمه و كان عمه يعني كان شديد عليهم يعني و خاصة أيضاً من ناحية المالية هذا الطفل أراد أن يدخل في المرحلة المتوسطة إلى معهد شرعي لحفظ القرآن و يتعلم المواد الدينية فكان عمه لا يريد أن يدخل إلى هذا المعهد فيقول لهذا الطفل قالوا ماذا تريد يعني حفظ القرآن ماذا ستستفيد فكان يذكر له يريد أن أحفظ والأجر و ماذا سيحصل عليه فقال له عمه أنت لزيك ما يحفظ أنت لزيك مستحيل يحفظ قرآن هذا هو طفل وهو طفل في المرحلة المتوسطة يقول والله ما حفظ آية بعدها لا أستطاع أن يحفظ لأن الإحباط هذا مشكلة تشعر شخص بالإحباط و كثير من القصص يعني مرت علينا أنا أعرف بعض الشباب يتعرضون لإحباط سواء من ناحية في الأسرة أو في الجامعة يعني أحد الشباب حول تخصصه أو حول أحيانا مساره بسبب أستاذ مثلا في الجامعة يعطي كلمة محبطة بعضهم يقولوا ما رح تنجح عندي في المادة فيغير المادة ولو غير المسار ولو غير التخصص بسبب كلمة محبطة ولذلك فعلا هي من أسوأ الشخصيات عندي إضافة وسط أي تفضل عندنا صورة نمطية أحيانا مثلا على المستوى الجامعة عن بعض الدكاترة فبتشوى صورتهم لكن لما ندرس عندهم نلاقي أنهم غير غير عن الصورة هذه فمو كل شخص سيء هو فعلا سيء أو مو كل شخص قال عنه أنه سيء هو سيء لا شك هذا عد إذا قيل عن شخص أنت لا تأخذ بالكلام أنت لما تحتك به أو تتعامل معه ستعرف حقيقة هذا الكلام هو المحبط هو لكن ننتبه نريد حقيقة أن تتعلم شخصية المحبط ما أجمل أن تكون دائما شخصية تنشر التفاول بين الناس تعلم أن تنشر التفاول النبي صلى الله عليه وسلم كان ينشر الفائل ويقول أحب الفائل الحسن ويحب الكلمة الطيبة كان النبي صلى الله عليه وسلم متفائلا حتى في أشد الظروف التي مر عليها النبي صلى الله عليه وسلم تجده متفائلا ولذلك جميل جدا أن ننشر التفاول في مجالسنا مع أصحابنا مع زملائنا مع أخواننا وأن نتجنب شخصية المحبط الناس اليوم يتعرضون أحيانا لإحباطات إما في العمال أو الجامعة فيكفيهم ما يتعرضون له فلا تأتي أنت تحبطهم أنت أكثر وتزيدهم إحباطا من الشخصيات السلبية التي ينبغي هي أن نتجنبها وإلا نتقمصها ولن نعيش دورها هي شخصية المتمرد أو العدواني يعني بعض الناس تجد قاسي في كلماته جارح في كلماته جارح وقاسي في أفعاله يستمتع بإذاء الآخرين دعونا نقول شخصية المؤذي يؤذي الناس تجد دائما تصرفاته مؤذية للآخرين كلامه مؤذي للآخرين النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا بالأسواق ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذاء المسلم لا تؤذي أحد وكان يقول المسلم من سلم المسلمون نسان ودي بعض الناس لا يتفنن في العداوة يتفنن في صناعة العداوة يتفنن في إذاء الناس ما يجلس في مجلس إلا يشتم هذا ويصرخ في وجه هذا ويقسو على هذا ويجرح هذا بسالي مختلفة لكن تجدوا أن شخصية والعياذ بالله يعني ومتلئت يعني عدوانية وإذاء للناس وضغينة وحقدا على الآخرين هذه الشخصية بغن نتجنبها الناس يحبون الشخصية اللطيفة والسهلة والهينة واللينة وهذه صفات المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم على النار كله هين لين لين سهل وهذه شخصية المؤمن سهل ولين لكن بعض الشخصيات كما ذكرنا تكون شخصية قاسية شخصية جافة شخصية مؤذية يتكلم على الصغير والكبير يعني حين مواقف نشاهدها هذا يدخل مثلا إلى التموينات أو إلى محل تجاري أول ما يدخل يسب العامل ويتكلم على العامل ويشتم العامل ويوزئ يأتي مثلا يعبي بنزين في المحطة يسب العامل يتكلم على العامل هذه شخصية يعني يتعمد الإيذاء ويتعمد إيصال الشر والأذى للناس هذه الشخصية العدوانية ترى الناس تنفر منها بعضهم مثلا تجد في بيئات العمل يتعمد أن يصخر وأن يسب وأن يشتم وأن يؤذي الناس يتعمد ببعض التصرفات أن يؤذي الآخرين دون مبالاة يعني ما يفكر أنه مبالاة تنتهي أو لا لا المثل هذا ما يفكر في العلاقة أصلا هو هذا يستمتع بإيذاء الآخرين ربما هو مر عليه هذه المواقف تعرضه لإيذاء فأراد أن يؤذي الناس أصبح يستمتع بهذا الأمر تخلفت فيه الأخلاق الحسنة وأصبح مثال للأخلاق السيئة فينبغي حقيقة أن نتجاوز وأن نبتعد نحن عن هذه الشخصية هذه الممارسات ينبغي أن لا تكون أبدا في علاقاتنا أيضا هذه الشخصية قد تكون خطرها أشد لماذا؟ إذا كان تعامل هذا مع شخص أجنبي الشخص أجنبي هذا إذا خرج خرج البلاد ينقل صورة سلبية عن أهلها البلاد إذا كان هذا الشخص في بيئة عمل قد الأشخاص يحول يقولون مثلا آل فلان هم كذا يعني من كثرة أذى تبدأ صورة سلبية تنتشر كثيرة هو ما يحسر هذا الشيء لكن هذا يأخذ ذنب كل أحد يؤثر يؤثر على الآخر ولذلك نحن نقول هذه الممارسات التي ذكرناها في هذه الحلقة شخصية المدقق شخصية المحقق شخصية المحبط أو المحبط وشخصية العدواني والمتمرد هذه كلها ينبغي أن نتجنبها بعض الناس يعني يتفنن في هذه الشخصيات يتشكل كل يوم شخصية أقول يتشكل يعني كل يوم شخصية هو أسوأ واحد من يجمع هذه الشخصيات والعياذ بالله أن تجتمع في شخص مجموعة في شخص واحد ولذلك أكثر طريق للانفصال وقطع العلاقات مع الآخرين أن تتصب هذه الصفات أكثر طريق اللي يريد أن يفشل علاقته مع الناس يريد أن يقضي علاقته مع الناس يعيش وحيد أسهل طريق أن يتصف بمثل هذه الصفات أصلى الله عز وجل أن يجنبنا وإياكم أيها الأخوة والأخوات في الحلقات السابقة تكلمنا عن بعض المهارات التي تفيدنا في بناء العلاقات وتكلمنا في هذه الحلقة عن بعض الممارسات السلبية والتي تؤثر سلبا في عملية الاتصال مع الآخرين كل شخص مننا يحرص أن تكون علاقاته إيجابية ويبتعد قدر الإمكان عن الممارسات التي تفسد العلاقة أو تجعلها سلبية البعض أحيانا يرمي بالاتهام على آخرين دائما في سوء العلاقة وتجد ربما يكون هو السبب في فساد أو سوء العلاقة والتواصل مع الناس أصلى الله عز وجل أن يوفقني وإياكم جميعا لأن نكون ممن حسن خلقه ونكون بجوار حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى نلتقي بإذن الله عز وجل في حلقات قادمة للحديث عن مهارات جديدة من مهارات الاتصال والتأثير إلى ذلك من حين نترككم في حفظ الله ورعايته وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة